بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تسيير احلام والركع الشرعية. اه النهاردة هنفصل مع بعض رمز قص الشعر. هنشوف معنى قص الشعر في المنعم بشكل عام. للرجل اللي مددوجة للعزباء الحامل هنعرف معناه بشكل عام. اولا لما يشوف الرجل ان هو بيقص شعره ولو كان في الواقع في موسم الحج او يعني قرب موسم الحج فده من الرموز اللي بتدل على ان هو بشارة ليه بحج قريب. الرجل او الرجل لما يشوف ان هو بيزبخ شعره ده من الرموز اللي بتدل على زواجه. الفتاة كمان لو شافت ان هي بتقص شعرها ممكن تكون عايزها تتخلص يكون في فشل في حياتها في الواقع. وان هي عايزها تتخلص من اسباب الفشل دي او تتحرر من اسباب الفشل ده. كمان قص الشعر من الرموز اللي بتدل على تغيير في حياة الرأي. سواء بقى تغيير للافضل او تغيير للاسوأ على حسب آآ شكل الشعر آآ يعني بعد ما تقصد. لو كان آآ الشعر سيء آآ مش حالو فده للأسف هيكون تغيير للاسوأ. لو كان الشعر مترتب آآ وشكله وحالو وعاجب الرأي فان زي من الرموز اولا اللي بتدل على زواج. على لو كان الشخص عنده هموم او مشاجل او احزان ففرحة ليه وزوهان للهم. لو كان عاطل آآ فبشارة ليه بآآ وظيفة. كمان لو شافت الفتاة العزباء ان هي بتقص شعرها اللي هو متشابك اساسا. يعني شعرها متشابك وشافت ان هي آآ بتقصه. او آآ شعرها آآ لقيت شعرها مش حلو يعني كورلي مثلا او آآ شعرها مش حلو فبتقصه. او ان هي بتسقط منها آآ خصلة آآ من الشعر الشعر سيء. فده كله آآ من الرموز اللي بتدل على خلاصها من مشاكل. آآ من احزان آآ وعلى آآ سعادة وفرحة آآ قادمة. كمان لو شافت ان هي بتقص خصلة آآ من الشعر. خصلة واحدة وكانت الخصلة دي مش هوها شكل الشعر كله. فمعنى كده انها هتاخد قرار آآ قرار ده هام جدا في حياتها. والقرار ده هيكون آآ يعني هيأثر على حياتها او هيغير حياتها للأفضل. آآ كمان آآ ممكن آآ دو كان الشعر العكس لو كان شعره كويس وشافت ان هي بتقصه فمعنى كده ان هي تقع في مشكلة. ممكن المشكلة دي بسبب قرار هيآ آآ خاتتهم. المرأة المدزوجة لما تشوف ان هي بتقص شعرها او شعرها بالفعل مقصوص فرمز زيء جدا. فبتدل على خلافات مع زوجها. ممكن الخلافات دي تتوصل لانفصال او طلاق. كمان لو شافت ان هي بتقص شعرها يعني خصبا عنها او حد بيجبرها. ان هي آآ بتقص شعرها. فمعنى كده انها هتواجه المشاكل كتير جدا آآ في حياتها. آآ ممكن المشاكل دي تؤدي آآ آآ الخلافات الهموم بسبب بسبب المشاكل. كمان ممكن تدل على معاملة قصية ممكن آآ تتعامل بيها ممكن من زوجها او من افراد عائلتها. آآ رأي لو شافت المرأة بقى ان هي بتقص شعر بنتها. لو شعر بنتها معقد ومتشابك وشافت ان هي بتقصه فمعنى كده ان هي هتخرج آآ من مشكلة البندي دي هتقع فيها. او ان هي هتساعدها في ان هي تخرج او تحل آآ مشكلة آآ خاصة بالبندي دي او ممكن تقع تقع فيها البندي دي. كمان لو شافت المرأة المتزوجة في المنام ان في شخص مش معروف بيقوم بقص شعر آآ بنتها آآ لو كانت البنت في سن آآ مراحقة او يعني فتاة كبيرة فمعنى كده ان في شاب آآ للأسف الشاب ده غير آآ صادق آآ ممكن تكون في حياة آآ بنتها وممكن آآ الشاب ده آآ يعني يلحق بمندها الازى. لو كانت الفتاة في آآ يعني مرحلة مرحلة التفولة وشافت ان في رجل غريب بيقصلها آآ آآ شعرها فده معناها ان هي هتصاب بالحسد آآ والحسد ده ممكن يؤثر على حياتها او يؤثر على سحتها آآ وقوع الشعر بقى يعني ان شوف الشعر نواب تساقط او بيقى فده زوال للهام للحزن خدوطها لو كان الشعر مش كويس يعني شعر آآ كيرلي او متقصف او شكله ما كانش حلو. كمان وقوع الشعر في المنام من الرموز اللي بتدل على نهاية المتاعب والمشاقة والصعوبات في حياة المرأة. كمان آآ سقوط الشعر في المنام لو شافت المرأة المتزوجة ان شعرها بيقى فمعنى كده ان في استقرار في حياتها الزوجية. ولو كان فيه انفصال او مشاكل بينها وبين زوجها فمن الرموز اللي بتدل على عودة آآ زوجها تاني. كمان آآ وقوع الشعر كمان او تساقطه شوية ممكن آآ تدل على آآ احداث خير سعيدة ممكن يسيب بيها الرأي. خلوزا لو كان الشعر كويس يعني شكله حلو. فشافتوا ان هو آآ بيقع او بيقع كله. فده آآ ممكن تدل على شوية احداث غير سعيدة. او مصائب ممكن تحصل آآ في حياة المرأة دي. آآ كمان لو شافت المرأة المتزوجة ان ان هي شعرها آآ بيسقط. لدرجة ان هو ساب مسافة كبيرة او ساب فراغ كتير في شعرها آآ في يعني فروز شعرها. فده معناه افتقال لزوجها. واخسارت كتير من الاموال. يعني تساقط الشعر بالشكل ده دل على خسارة اموال. لو شافت ان هي آآ شهرها بيسقط ولكن نبت من اول وجديد وطلع مكانه شعر تاني. فده تغيير في حياتها آآ والتغيير ده من الاسوأ للاحسن. او من الاسوأ للافضل. آآ على عكس بقى لو شافت ان هي شهرها كان حلو وشافته بقى كله فده تغيير هيبقى من يعني هيكون للاسوأ مش للاحسن. آآ كمان آآ رؤية آآ للفتاة العزباء هي شعرها بيتساقط فبشارة لي آآ بسعادة آآ منتظراها في الفترة القادمة في حياتها. كمان من اللموز الخاصة بالشعر آآ الشعر اللي في الجسم. وبالاخص الشعر اللي في الساق. آآ ده من الرموز اللي بتدل على زيادة هموم. وآآ يعني قدرة آآ مسئولية او تحمل مسئولية او اعباء او صعبات كمان. آآ احنا كده فسرنا تساقط الشعر في المنام وكمان فسرنا قص الشعر. بتمنى ان يكون اللي فيديو عاكم. ما في اي استفسار او سؤال. آآ اكتبوني تحت وانهروا التعليق. آآ بشكركم جدا وشككم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.